عن جديد نيرمين دي صبح عليك ولك الحدى نضم لهوانا وبيقول لفقراتنا نيرمين حنروح لفقرة أكيد بتهم كل الأمهات والمعلمات وحتى المعلمين بهالوضع اللي نحن عم نعيشه التعلم الرقمي شفنا بالفترة الأخيرة وخاصة بجائحة كورونا قدي انتشر هذا العلم وقدي صار هو حاجة كتير مهمة اليوم ضمن أول فقراتنا وضمن صباحنا رح نحكي عن مهارة التعلم الرقمي شو هي أهم السلبيات والإيجابيات أكيد مع الأخصائية الاستشارية الاجتماعية رندا ديب بدي إليك سيسعد لي صباحك كيفك اليوم؟ الحمد لله شكرا سيسعد صباحك رندا وأهلا وسهلا فيكي اليوم عم نحكي عن موضوع التعلم الرقمي مو بس بالكورونا اللي الأمان نسمعنا فيه قبل حتى مع انتشار السوشال ميديا كنا نحكي عن فيديوهات تعليمية خلينا نوضح أكتر مفهوم هذا المصطلح لا مع التطور اللي عم بيصير وطريقة التعلم اللي عم تكون متطورة أكتر الانفتاح الأكتر اللي عم بيصير كان أول شيء أكتر شيء الوسائل للتواصل وجوجل وهدول الصفحات ومحركات البحث عم تكون هي الهدف الأساسي للمراحل العمرية الكبيرة لحتى مثلا ممكن طلاب الجامعة اللي عندهم دراسات فعم بيكون هو البحث لحتى يجيبوا معلومات أكتر لحتى يقدروا يغنوا مسيرتهم التعليمية مع التطور صار الموضوع يكون للأعمار الأصغر خصوصي لما صارت الموبايل متوفر أكتر التاب الفيديوهات على اليوتيوب هذا صار مريح أكتر للأم والشخص اللي المسؤول عن الطفل وكلما كان طفل بعمر صغير فهنا عم بيشوفوا أنه أنا طفلي عم بيرتاح عم بقدر يقعد فترات منيحة وعم بيتعلم عم ممكن يكسب لغة بس للأسف عم بيكون عم بياخد شقين ممكن يكون حسب إدراك الطفل وإمكانياته أو ممكن فعلا يكون هذا الشيء إيجابي إلو ويعطيه خبرات جديدة ولغات جديدة ومهارات جديدة ومدارك أوسع وممكن لا بالعكس هذا يرى يخليه يتراجع وإذا كان عنده درجة مطلوبة أو معقولة من الإدراك الجيد فهو ممكن يتراجع لهون نحنا دائما مثل ما ذكرت في مقدمتك أنه بيكون في إلو جانبين أو إيجابي أو سلبي نحنا في عوامل تانية هي عم بتأثر على التعليم الرقمي أنه لحتى يتجه لناحية إيجابية أو يتجه لناحية سلبية تمام رأنت اليوم نحنا عم نحكي عن علم يعني نحنا ما فينا ننكر رغم كل السلبيات ولكن نحنا مقبلين على عهد تكنولوجيا يعني بحث خلينا نقول يمكن بعد سنوات نحنا مضل شيء اسم ورق أصلا يعني تنتهي القصة تصير موضع قديم القصة يعني خلينا نحكي اليوم هذا العلم أكيد له أساسات لحتى نقدر نبني عليه صح ونقدر نعطيه بشكل صحيح خلينا نحكي عن أهم الأساسات العملية هلا أنا دائما بتوجه للأم بإلا لما بيكون طفلك لسه مثلا لسه بالبيت لسه ما فات روضة بعمر السنتين لسه ما اكتسب مثلا لغة منيحة فأنا دائما بإلا أنه لما بدك ما تحطي مثلا لا يأكل أنه ما بيهدى معي وياكل مثلا واجبته غير لحتى يكون عم بيحضر مثلا مقطع لديو معين فأنا بإلا لأ ممكن أنت ما تكون في يعني نحنا نحاول نفصل المسيرات اللي بيعطينا ياها الشاشة بيحس أنه مثلا أنه بس خلي يسمع الصوت بدون ما يشوف الصورة فهون أنا قدرت أشتغل تماما على حسد السمع عنده لا تقدر كمان تطور له الخيال عنده لأنه هو يقدر يتخيل الصورة ولو على عمر مبكر هاي التفاصيل هي كتير إيجابية نحنا دائما إلا بعدي عن الموضوع لما بيكون في الفيديو اللي عم تعرضي له الحركة سريعة حاول تكون الحركة بطيئة ودائما في تون معين نغمة معينة من الموسيقى اللي بتترافق بالفيديوهات هي بتعمل مشاكل معينة بالمستقبل بالتواصل نحاول نحن نبعد عنا نحاول يكون في عنا بحث أكتر لنشوف دائما تكسر الروتين بموضوع أنه أنا ما تخلي له وقت كامل بشكل يومي يعود فيه قدام الشاشة يكون فيه نظام يكون فيه أوقات معينة مدروسة تكون فيه عاملة شبه منهجية بهذا الموضوع أنه أنا اليوم مثلا هذا الأسبوع بدي علمه الأرقام هذا الأسبوع بدي علمه الألوان مو أنه مثل ما نحن نشوف كل طفل دائما بيفضل على فيديو معين وبدل دائما بيتعود عليه نحاول نكسر هذا الشيء نعم ريندا يعني تتميز العملية اللي بالمدارس أو على أرض الواقع هي بالتفاعل اللي بيصير كيف ممكن هذا الشيء بالتعليم الرقمي فيه شروط معينة مثلا الطفل إذا بنقول يستفاد من هذا التعليم يعني تغيير بعض قواعد المشاهدة يعني مو نكتفي أنه هو عم يحضر فيديو وهو بس عم يشوفه تماما خصوصي لما بتكون بصف أو بمجموعة من نفس الأقران لما أنا مثلا ممكن أعرض لهم فيديو كرتون مثلا بحالة معينة مثلا مجموعة حيوانات عم بيعملوا نشاط معين أو من أي برنامج لمدة مثلا خمسة إلى عشر دقائق فأنا بعدها فتحت حوار معون شو عملوا شو كانوا لابسين شو الألوان اللي عملوها شو بتتوقع يكون الحوار إذا كان الفيديو صامت بدون كلام شو بتتوقع نهاية للقصة اللي صارت معون شو عندك حلول تانية إلى هاي عن جد فعلا بيكون نمي بيكون فعلا شيء إيجابي هذا الفيديو شو بعدين مثلا تخلينا بما أنه مثل ما ذكرته نحنا بلشنا أنه مبطل نستخدم الورق أو الألم مين ممكن يقدر يتخيل الشخصية مثلا يرسمها أو هاي التفاصيل فأنا هون قدرت أدمج كذا نشاط من خلال فيديو من خلال هو فعلا تعلم رقمي ممكن أنا نحن شوي مثلا بيقول أنه أنا أبني ما عنده إنشاء مظبوط لموضوع معين ما علي لا يكتبوا بالورقة أو الألم خليه مثلا يتبعوا يعملوا تايبينج هاي التفاصيل خلت دائما الطفل أو الطالب معه هاي الوسائل يحس حاله غريب عن التطور اللي هو عايش فيه وبنفس الوقت أنا خليته ضمن دائرة تعليمية اللي هو لازم يكون ماشي فيه تمام هلأ الشي اللي ذكرتي هو من أهميات هذا العلم بالنسبة للطفل بس فينا نحن نقول من الأهميات بالمنشأ اليوم الطفلي بس نراح على المدرسة وهو مؤسس صح بهذا الموضوع شو ممكن المهارة الرقمية تعطي زيادة على المستوى الإبداعي على المستوى الصفي حتى يعني هلأ نحن ما زال لهو كان إدراكيا جيد وكان هو عنده إشباع من هذا الموضوع بطريقة منطقية ومناسبة لحياته ولمهاراته فأنا هون بنتقل لنشاطات مثل المواضيع البرمجة الروبوتيك هاي الأمور كتير مفيدة له بتخليه فعلا ينمي هذا الزكاء الموجود عنده وبنفس الوقت انتي حتشوفي انه هو بعد لحاله أنا دائما لما بتجي عندي ملاحزات أو شكاوي من الأهل انه أنا ما بقدر بيدل بيبكي لاياخد التاب أو الموبايل فأنا بإلا إذا بتسحبي وعطيتي نشاط بديل فأنتي فورا هو بحيبطل ياخده هو حيلاقي متعة وحيلاقي شعوره بالإنجاز بأشياء تانية هو لحاله حيصيري بعد يعني نترك له مساحة انه حتى هو يطلع من القصة لحاله ايه تماما بعد ما يكون في عندي أنا متل ما أتلاقي قوانين أنا ما فيني أعطي التاب وقول له خد مساحة انت فيك إذا بدك تركه لا الفكرة أنه انت في وقت اللي بتجي بريء انه هات التاب أو هات الموبايل ما بصير انت وقتك خلص بصير عنده لأ شغف أكتر انه أنا لأ لسه بدي يعني فأنتي هون عم تقصدي انه شوي ما تكون في جبر بالقصة أنا بقول له ما تأخذي شيء قبل ما تكوني عاطية بديل يعني أنا لما الفترة مثلا كل يوم بيقعد ساعة على التاب إذا أنا بدي أعضه من الساعة من الساعة الثانية أنا ممكن أأخذه على الحديقة أو ممكن أأخذه زيارة عن بيت ستو فلما بحب دائما نشاط بديل هذا الشيء الإيجابي أما أنا أسحب شيء بعد نقول له لا أنت اخترع لحالك حيكون نتيجة اختراعه أنه يضل يزن فقراسة بالديا فأخذو أيو فأترجع تعطيها بدل الساعة الساعتين فأخذو خود موبايلي معه يعني مثل ما قالت رشا عنجد منشوف كتير أطفال بيبكوا ومو بيبكوا يعني بيعملوا حالية بيبكوا مشكلة بيبكوا وبيضلوا بيستمروا بالباكية لحتى أنت تعطيهم الموبايل يعني إجباري وحتى بتصير موبايل الأم بإيد الطفل أكتر صح أكتر يعني إجباري شو ما كنا فحتى نحكي عن نوعية الفيديوهات يعني اللازم يشوفوها حسب الفئة العمرية نحن عم نحكي عن الطفولة يعني أكيد عمره سنة غير الثنين غير الخمسة شو طبيعة الفيديوهات كيف فيها الأمة تحطى أنواع فيديوهات بتناسب كل فئة عمرية في أنواع من الفيديوهات هي شوية بتكون تفاعلية ممكن هو يختار الجواب تبعه أو ممكن يختار اللون المناسب ممكن فيه ألعاب تحكي مثلا عن الزاكرة ممكن إذا بدأ يكتشف تنتين مطابقين فهو يشتغل مطابقة وبنفس وقت هي كمان ما هي صحي ما بتنمي كثير الزكاء لأنها هي مبدأ أنا بيقولولك أنه أنا ابني كثير زكي بيعرف دائما يشتغل على الموبايل وبيفوت على أي تطبيق هو فعلا هذا مذكأ هو معتمد على احتمالات معينة ما فيه ابتكار أو حتى بيقولوا أنه يشوف كيف يقلب بالموبايل يعني يعني بيحرك يعني بمبسوطين طمعا هو بيكون عم بينمزج أمه يعني هو بيكون شايف أمه كيف عم تفتح وتشتغل هو عم يعمل مثله هو مبتكر أي شيء بالعكس هذا كثير مصبت للإدراك وعمليات التفكير لهيك نحن فهذا العمر معين اللي هو بالمرحلة مثلا الصف الأول الثاني هذا بيكون مفيد له بالعمر الأصغر لأنه نرجع لموضوع الاحتمالات لأنه بس عم بشكل عشوائي عم بيجرب ممكن العمر الأصغر الفيديوهات اللي ممكن يكون مترافق مع شرح كلمات شرح صور تطلع صورة مثلا لون معين تلفز معناته أو اسمه الأكبر بقى نحن دائما في نقطة مهمة لما منجي للأعمار الأكبر أنه يكون في حماية معينة حتى لأنه هذول الفيديوهات بيصوروا بيطلعوا لك إعلانات بيطلعوا لك فيديوهات تانية بيغينا عن أنه نفوت بحوار خصوصي بمرحلة الأسئلة والمناقشة اللي بصير دائما الطفل عنده فضول لأنه يعرف ويكتشف خليه ما يكون هذا الموضوع عن طريق الصدفة يكونوا الأهل جاهزين تماما ليشرحوا لأبنهم أي معلومة ممكن هو تصدفها لما بيكونوا مالهم جاهزين دائما لازم نحن نكون فيه حماية معينة لهذا الموضوع كتير مهم لما يكون فيه نوع من التواصل بين الأهل والطفل أنه أنا وياك نعرف مثلا المنطقة الجغرافية بشو مشهورة نفتح أنا وياكم نشوف يكون أنا وياه تماما نكتشف ونشوف ونسجل معلومات المهمة ونعمل فيها مثل دراسة بسيطة أو بحث بسيط وطبعا فيك تقيسي على أشياء تانية تكون أكثر متعة للطفل فهي التفاصيل أنا هون صار متى ما صار العمر أكبر صار تحكمي بالموضوع المباشر كتير بيكون ضعيف كأهل بيكون التحكم غير المباشر هو الأضمان والأثبت للطفل يمكن هون بيلعب دور التأسيس الطفولي بالبيت بتبدأ المراحل الأولى من هون هي الأساسية فيما بعد أساسات كتير مهمة خلينا نحكي اليوم طفلنا خلينا نطلع من مرحلة الطفولة الروح شوي للشباب والصبايا اليوم عم نشوف جامعات ومعاهد كتير من تشخصة التعلم الرقمي اليوم هادول الطلاب إذا كان فيه تأسيس قبل لهذا المهارة أو هي اليوم عم نشوفها شفناها كذا السنة يعني بلشوا يتعودوا عليها بمقارنة مع الطفل اللي اليوم من صغرهم بلش يعني عتابوا على هادول الأصاص خلينا نحكي عن الشي المهم اللي ممكن يقدم هاي المهارة لطلاب الجامعة وخاصة مثل ما حكينا أنه بفترة كورونا كثير انتشرت صارت المحاضرات أونلاين صارت حتى المذاكرات الواجبات كذا هدول أتمتي كانت كلها على اللابتوب وعلى الشبكة هلا لما بنجي لعمر الأكبر بيكون بلش يصير عندهم رؤية لمستقبلهم فبصير العلم هو هدف لمستقبلهم غير المرحلة الأصغر المرحلة الأصغر هو بيكون مجرد عبق عليهم فبتلاقي الشاب والصبي ولو كانوا بمرحلة المراهقة هنين بيكونوا قادرين تماما يحددوا شو بدهم يحضروا أو شو بدهم يشوفوا وهون نرجع للنقطة الأساسية اللي أنت كيف كونت شخصية هذا الطفل بالمراحل الأولى لحتى صار هالشاب والصبي لا يقدر تماما لما أنا بدي أجي أحضر كطالب جامعة أنه أنا أدي معي وقت أدي المعلومة اللي عطتني هالمحركات البحث اللي أنا عم بحضرها أو اللي عم بجيب منها معلوماتي أدي هي حقيقية أدي فيها صح أدي شو الأغلاط اللي فيها شو المراجع الأضمن اللي ممكن تعطيني إيمي علمية أكبر للبحث اللي أنا عم بشتغل فيه كيف أنا ما بدي ضيع تعبي ووقتي بهذا الموضوع وإذا ما كان بهذا الوعي فهو في عنده وقت معين لازم ينجز فيه لأنه بده يكمل وقت فراغه بشيء اللي هو بيسلي فبالحالتين هو قادر تماما أنه يعرف هو شو بده ومثل ما ذكرنا حلق هذا الجيل قدران يعرف بهي التفاصيل قدران يعرف كيف يوصل للمعلومة اللي يبدو إيها بأقل جهد بيقدر تماما يكون موضوع الأونلاين أسهل إليه بحكم الظروف اللي عم منعيشها وجهد الطريق والمسافة فهو عم بيختصر وقت عم بيختصر جهد عم بيقدر يحسل معلومات أكبر من مراجع أكتر فهذا لا بالعكس هذا شيء كتير إيجابي طول ما هو عنده الوعي الكافي ومثل ما عم نقول أنه فيها الشراف ولو كان غير مباشر ولو كان بطريقة كتير بسيطة فهو أكيد مفيد له أكتر دائما هو بالأعمار الأكبر مفيد أكتر من الأعمار الصغيرة في مقولة بتقول أنه يلي ما له حساب على السوشال ميديا مانو موجود أو زمانك موجود بالعالم الافتراضي فمانك موجود أبدا بالواقع لهيك سنة مشوف رشا كتير الأهل ولد إستاته صغير طفل أو يمكن إستاته حامل فيه بتعمله أكاونت على الفيسبوك على الإنستجرام ولكن يكبر بلاقيه تمام تمام يكبر بلاقي رفاته كيف تلاقي أول شي هاي الظاهرة وأيمت برأيك لازم الطفل نحن نحكي طفل أقل من 18 سنة يعتبر طفل لازم يتواجد على السوشال ميديا أو مسموح له يسوي الإكاونت طبعا إذا بتجي إلى إلي أنا أفضل حتى من بعد إلى 18 ولكن هذا ما يعني هذا مستحيل هاي مثالية معنا موجودة هو كتير شي حلو لما أنا كأم عملت هذا الشي اللي ذكرتي لطفلي أنه من أول ما خلق له صفحة من أول ما خلق له زكريات أنا بقول له السوشال ميديا والفيسبوك وهدول المواقع كلها هي مو أكتر من تاخد شقين أو للإعلان تماما أو حتى تحتفظي بذكريات معينة لبعدين لحتى هو الفيس يذكريك فيها أكتر من هيك لا يعني أنا محب حالا تصير الذكريات الفيس يعني مخجل لأني أي حدا فينا اليوم وقت عم يرجعك بذكرة مثلا لنا ثلاثة أو أربعة سنين بتحسي أتيك مو بس بتفوتي على التعليقات كمان أنتوا كنتوا بنفس ولكن هي عن جد لما أنت بيكون مثلا كأم عملتلاط لطفل وكبر وشافة لهو حيحزفها لحاله ما مثل ما كنا لأننا من قبل أمهات تلاقي محتفظة بأشياء مثلا أول تتير أول دائما بيكون في عندها صندوق بتعطيها لابنة لما أبي كبر صح وهو ممكن يحتفظ فيها وممكن يخبيها يخجل فيها ولكن هي بالحالتين أنا ما بشوف أنه أبدا المواقع التواصل للأسف مثل ما ذكرت هي صفيانة بس لحتى بحكم الظروف بحكم نحنا كلنا صفيانين تواصلنا افتراضي كنا على هو سواء تماما ولكن هذا شيء مفروض كل ما على الظروف عم بتكون عم بتتجه بهذا الاتجاه أصلا مو صح ما يكون يعني نصير مخالفين للقاعدة العامة ولو كانت خاطئة أنا بقول له شي منه ولا كله دائما نحنا نفسك العصاية من الوسط نحاول إدماء فينا لما أنا بحط لابني أنشطة وأهداف لما بيكون من هو طفل مثلا ناشط ضمن جروب تطوعي أو هو لاعب باسكت عم بيتدرب ولا موسيقى ولا رسم شو من كانت الإمكانيات المادية أنا قدراني أني خلي يلتحق بنشاط من هدول الأنشطة متى ما تحرك بطل يصير إفتراضي طول ما نقعد فهو إفتراضي طبعا أكيد في أثار جانيمية كتير للقصة وكمان في شيء إيجابي حكينا عنه حكيتي نقطة كتير مهمة أنه نحنا نشغل الطفل اليوم أو ظروف خلينا هيك نحكي بشكل واقعي أكتر اليوم ظروف الأهل هل هي عم تساعد أنه أنا اليوم أقدر مثلا اليوم أنا أعمل برنامج لأبني كرمال ما يقعد بالساعات على التعب أنه أنا اليوم بدي أخذك حديقة أنا اليوم بدي أخذك مدينة ألعاب مسرع حسينة ما قال لي هو إذا تفكري بس بموضوع أنك أنت حتتلع من البيت وتوقفي مواصلات ومصروف أنت رايحة كرماله تقعد يبتقلي له مسك التعب يعني اليوم حتى الظروف الاقتصادية الظروف الاجتماعية اللي عم نعيشها كلنا عم تساهم بهذه القصة عم تحاصر الأهل وعم تعطي فرصة أكبر للطفل فنحنا إذا هيك حابين بالبيت يعني بالبيت خلينا هيك بأقل أوكي لعمك صحيح حتى الضغوطات عم تخلي الأهل الأم والأب بيكون عندهم مو بس شغل يكون عندهم شغلين حتى بس يقدروا يقمنوا وضع اجتماعي لابنهم أو أكاديمي يعني حتى ما رح قليك اجتماعي بس لحتى يقمنوا مثلا بمدرسة مناسبة أو بدروس مناسبة لألك شغلة أنه نحنا أبداً ما هو الحياة سينما ومول وحديقة الحياة أنه أنا أخذه معي نعمل نشاط نزل جيب خضرة للبيت الحياة أنه أنا أنزل مثلا تعال أنا وياك نغسل هالخضرة سواء ونحضر منها شي معين هاي هي الحياة ما الحياة أبداً أنه هي بستر فيه للأسف نحنا الضغوطات اللي أنا بكون كأم عندي شغلين وعندي واجبات فأنا بحس دائماً حالي مؤسرة أني أعطي وقت لأبني ما في تركيز فبيكون التعويض ماضي للأسف فأنا هيك عم برهق حالي أكتر عم بعلم ابني يكون اتكالي أكتر هذا كله ما بيعطي أي تعويض ولكن لازم يكون الموضوع يعيش معنا الحياة اللي عايشينا جو العالي تماماً جو العالي تماماً في كتير ألعاب في كتير أنشطات خليني أضي وقت كتير حلو مع ابني ونمي له معارات التفكير لا أنا أمسك الموبايل ولا أبني هو هي أحسن الشي بس صعبة يعني ايه تحاول ألا عمدا ما بيش حن أصلاً تمام بدنا يعني وصلنا لخطام مساحتنا معك رندا بدنا نشكرك كتير لكل المعلومات اللي قدمت لنا ياها يعني بدنا نركز على نقطة قد ما كان هذا التحول للرقمي صار مفروض علينا ومسيطر بس بدنا نحط له قواعد لازم شكراً كتير إليك شكراً إليك شكراً رندا لا صباحك ولا كل المعلومات بايت نهار حلول إليك